لماذا يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من المساجين في العالم؟ يدخل السجون الأمريكية سنوياً عشر ملايين شخص وفي كل يوم يوجد في النظارات أو السجون قصيرة الأمد بالولايات المتحدة سبعمائة ألف شخص وفي السجون الكبيرة واحد فاصل اثنين مليون سجين ومعظم هؤلاء المساجين من ذوي البشرة الملونة هذه ببساطة ظاهرة ماس انكارسوريشن السجن الجماعي التي قد يخيل للبعض أنها تعكس ازدحام السجون الكبيرة في الولايات المتحدة لكنها في الحقيقة تعكس ازدحام السجون قصيرة الأمد أو النظارات التي ينتظر فيها أشخاص محاكماتهم أو يقضون محكومياتهم القصيرة هذه المشكلة حديثة نوعاً ما تفاقمت خلال العقود الأربعة الماضية حيث تضاعف عدد المساجين بين عامي ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وألفين وثلاثة ومعظمهم كما ذكرنا في النظارات أو السجون الصغيرة ينتظرون المحاكمات وغير مداني نبتها من بعد والكثير منهم لا يملك ثمن الكفالة التي يمكن أن تخرجه من السجن وبعضهم حكم عليه بالحبس لفترة قصيرة عدد الأشخاص الذين يدخلون النظارات أو السجون الأمريكية سنوياً كما ذكرنا عشر ملايين وعدد المساجين في أي يوم في النظارات أو السجون الصغيرة سبعمائة ألف وفي السجون الكبيرة واحد فاصل اثنين مليون والفرق بين الاثنين هو أن ثلثي المساجين في النظارات أو السجون الصغيرة ينتظرون المحاكمة أي أنهم بريئون حتى تثبت إدانتهم خلال السنوات الماضية ظهرت عدة مبادرات تهدف التقليل عدد المساجين في النظارات والسجون الصغيرة الأمريكية التي لا يمثل كثير من نزلائها خطراً لكن حبسهم في الوقت نفسه أحد مسببات أزمة السجن الجماعي ماس إنكارسوريشن إحدى المشرفات على المبادرات التي تهدف التقليل عدد المساجين في السجون الأمريكية وتدعى لوري غوردك أشارت إلى أن أزمة السجون الأمريكية تتمثل في مشكلتين رئيسيتين الأولى أن قرابة 75% من الذين يدخلون السجون سنوياً ارتكبوا جرائم يمكن وصفها بغير العنيفة أو الأقل خطراً والثانية أن نسبة ذوي البشرة الملونة في السجون الأمريكية هي ثلاث أو أربع أضعاف نسبتهم من إجمالي السكان العديد من المساجين في السجون الأمريكية لا يمثلون حسب غوردك خطراً على الأمن العام وهذه مسألة ينبغي أن يلتفت إليها أفراد الشرطة عند اتخاذ قرار اعتقالهم البيانات التي جمعتها النظمة التي تعمل لديها أظهرت أنه عندما لم يسجن مرتكبوا جرائم غير العنيفة أو الأقل خطراً لم يؤدي ذلك إلى ارتكابهم جرائم أكبر لاحقاً أي أنه ليس هناك خوف حقيقي من نمو الحس الإجرامي لدى مرتكبي الجرائم البسيطة لكن هناك حالات أصعب أو أسوأ حالاً من هذه الفئة ففي بعض الأحيان تحكم محاكم أمريكية بحبس الأشخاص الذين يتغيبون عن المحاكمة وتعدهم أشخاص خطيرين لا يمكن تركهم خارج السجن رغم أنهم قد تكون لديهم أعذار منعته من الحضور أو أنهم لم يصلهم أفصلاً خبر وجود محاكمة بحقهم في هذه الحالات مثل حالات أخرى تفرض المحاكم كفالة مالية لعدم سجن هؤلاء الأفراد أو إخراجهم من النظارة لكن الكثير منهم لا يملكون المال الكافي لسداد الكفالة المالية أو لسداد مخالفات السير مثلاً أو الغرامات الأخرى التي تشرف عليها المحكمة وبالتالي يحكم عليهم بالسجن وقد سجل أن محاكم أمريكية حكمت على أشخاص بالبقاء في السجن لأنهم لا يملكون مكاناً يقيمون فيه بعد خروجهم وحكمت محاكم أخرى على أشخاص من ذوي الإعاقة أو المشكلات الصحية بالبقاء في السجن معللة ذلك بأنهم قد يشكلون خطراً على المجتمع أو أنهم معرضون للخطر في حال خروجهم معدل بقاء السجين في السجون الأمريكية تراوحت بين 21 و 26 يوماً وزاتت مع جائحة كورونا العديد من السجون غيرت سياستها بسبب الجائحة لتقليل عدد المساجين كانت فترة مكوث الكثيرين في النظارات أو السجون قصيرة الأمد لا تتجاوز 72 ساعة خاصة من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً جرمية بسيطة الأشخاص الذين حكموا بالسجن كانوا مرتكبي الجرائم الأكبر أو الأشخاص الذين عد بقاؤهم خارج السجن خطراً على الأمن العام لأنهم لم يحضروا محاكماتهم أو لم يسددوا الكفلة المالية المترتبة عليهم في فترة الجائحة لم تكن العديد من المحاكم تعمل بطاقتها الكاملة ولم يكن بعضها قادراً على إجراء أنواع محددة من المحاكمات مما أدى إلى اكتظاظ عدد كبير من النظارات أو السجون بالأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هذه المشكلة كانت موجودة قبل كورونا لكنها تفاقمت بعده والحقيقة أن هناك عدداً من الأسباب التي تحول دون حل مشكلة السجون الأمريكية في بعض الولايات أو المدن هناك ببساطة جهل في الأساليب التي يمكن أن تحل هذه المشكلة في حالات أخرى هناك مشكلة لدى جهاز الشرطة أو السكان وفي حالات ثالثة يحول خلاف بين السياسيين ورجال الشرطة أو القضاء أو جميعهم دون حل حلة المشكلة النظام القضاء الأمريكي نظام عقابي للغاية حسب وصف جوردك لاعتقاد وضعه أن العقوبة هي الرادع الأمثل لكن هذا الاعتقاد خاطئ وهناك أليات أفضل من العقوبة مثل توعية الناس وتوفير الدعم لهم إذا كانوا فقراء ولم يقدروا على سداد المستحقات المترتبة عليهم مثلاً وتقديم حوافز لهم ليكونوا أكثر تعامناً مع منظومة الشرطة والقضاء وإيجاد حلول رادعة وفي الوقت نفسه لا تقضي على فرص الأفراد المستقبلية في الحياة وعموماً رغم زيادة حالات القتل في الولايات المتحدة ورغم خطورة هذه الجرائم وأهمية أرواح الناس لكن عداد الجرائم آخذة في الانخفاض